بيان من الشركة القابضة للكهرباء قالت ايه الشركة القابضة للكهرباء اصدرت الشركة القابضة للكهرباء مصر بيانا بشأن تخفيف الأحمال خلال الفترة حالية وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان اليوم السبت يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال تبقى للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية عشر دقائق قبل رأس الساعة وعشر دقائق بعدها ولا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل الطيار هنا شركة القابضة المسؤولة عن الكهرباء في مصر بتقول لنا أنه ملتزمين بالبرنامج تخيف الأحمال كن لسا بنتكلم عليه في بداية الحلقة وبيتكلموا على أنه لازم الالتزام بهذا البرنامج وطبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم كل تحكم على مستوى الشبكة مطلوب منه يخفف قد إيه زي ما قلنا من شوية أنه كل أماكن مثل بعضها في محاولة أنه يكون زي ما قلتها بالضبط كده قدر من التوازن قدر من التوازن يعني مش كله زي بعضه مش كله واحد أنه فيه مناطق بيبقى فيها مرتين تلاتة اربعة خمسة مرة بعض الأماكن مرة وبالتالي الشبكة أو الشركة القابضة بتقول لنا كده بيقولوا كمان أنه البدء الفصل بمدة زي من عشر دقائق قبل الرأس الساعة يعني دلوقتي الساعة تسعة إلى خمسة يعني من خمس زي يبدأوا فصل ثم أيضا وعشر دقائق بعد ولمدة ساعة يعني هتلاقوا الكهرباء دلوقتي عندناس وأنا بتكلم دلوقتي قطع الكهرباء عندهم تجي لهم إمتى الساعة عشرة إلى عشرة أو عشرة وعشرة مثلا لكن على الأقل قالك أنه مدة لا تزيد عن ساعة وحدة لا في بعض المناطق أكتر من ساعة في بعض المناطق يا جماعة وصلت ثلاث ساعات لا يا جماعة شركة قبضة للكهرباء رجعوا رجعوا الموضوع يعني لو حطت لك يعني تعليقات الناس عندي اللي ساعتين واللي ثلاث ساعات وأماكن بيتكلموا على أكتر من كده فلأ لازم يعني كويس إن احنا نعمل بيان ولكن كمان مهم قوي إن احنا يعني نبقى فيه دقة في البيانات ما فيه الساعة دي في بعض المناطق ساعة صحر يعني بعض المناطق فيه ساعة لكن مناطق أخرى ساعتين وثلاث ساعات وممكن يزيد عن ثلاث ساعات والكلام ده أنا بقوله من يوم الثلاثة مش النهاردة السبت قلت اللي أنا بقوله ده يوم الثلاثة اللي فات مناطق كهرباء تقطع الساعة واثنين وثلاثة وربما أكتر من كده فليت بعض المناطق أكتر من كده فلازم نخلي بالنا كمان لأنه واضح أنه أنت بديد تعليمات ساعة طب اللي بيطع ثلاث ساعات بيطعها ليه ثلاث ساعات هل ده بيطبق من اليوم؟ تاني بقول لأنه هل ده يطبق من اليوم؟ أيوة يبقى بصوا البيان بقى يبقى آخر سطر ده اللي فيه المفيد بقى مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءا من منتصف ليلة النهاردة يبقى ده الجديد يبقى اعتبارا من هذه الليلة يبقى ده تحرك بقى يبقى هنا بدأ أنه إيه؟ ده بدأ أنه إيه؟ نقول للناس إحنا شكوا بتاعتكم وصلانا لحد يعني الدنيا كلها فإحنا من النهاردة هيبقى ساعة واحدة تاني يبقى اعتبارا من الساعة 12 بعد ثلاث ساعات من دلوقتي لمدة ساعة فقط لا غير ما فيش في أي منطق ده الجديد أهو يبقى هنا يبقى ده كلام تحرك جديد يبقى أنتو حضراتكم يبقى هنا بدأنا يا إما ندخل شوية غاز زيادة أو شوية سولار زيادة أو شوية ما زلت شوية زيادة عشان كده قللنا تم تقليل تبقى لهذا البيان فترة الأحمق التخفيف بدل ما كانت عدة ساعات بقت الاعتبارا من ساعة 12 بعد من تصف الليلة هيكون لمدة ساعة بس يبقى هنا عندنا إيه اللي تقطع عنده كهربا يبقى عارف ساعة لا اتنين ولا تلاتة طب عندك زادت عن ساعة لا اشتكي زادت عن ساعة ابعت لنا تاني بقول زادت عن ساعة ابعت لنا يبقى قول لحضراتكم احنا نبعت الكهربا وعايز أقول لحالكم في الكهربا بصراحة يعني وانا بحييهم بحيي الدكتور ايمان حمزة بصراحة والدكتور محمد شاكر سيد الوزير بحييه والله بجد الناس ما بتأخروش اول ما نقول لهم من المنطقة يلحقوا وانا بقول لكم لو فيه شكوى من الكهربا غير الساعة دي اللي هتبقى الساعة 12 بالليل ابعتوا لنا البيان الجديد ده معناه ايه؟ هيبقى ساعة واحدة النظام الجديد والتعدلات الجديدة لمدة ساعة واحدة فترة محددة لفصل الكهربا خلوا بالكم هتكون لمدة ساعة يبقى حضراتكم في الساعة دي حضرتك ما تستخدمش أي أسنصير الأجهزة الكهربية تخلوا بالكم منها تاني يبقى هنا البيان ده مهم انه بقول لك والله انا اعتبر من الساعة 12 هنبدأ تخفيف الأحمال قبلها بساعة وبعدها بعشر دقائق وبعدها بعشر دقائق في لمدة لا تزيد عن ساعة يبقى الوقت ده ما هتركبش أسنصير فيش أسنصيرات خلاص استخدم السلم أو مش محتاج ساكم في الدور السبعتاشرة والعشرين استنى ما جراش حاجة الساعة دي تتعدل بسرعة طيب أجهزة الكهربية خايفة عليها افصل الأجهزة أو ما تشغلش الأجهزة إلا لما الكهربة تجيلك يعني أجهزة ما تشغلاش إلا لما جيلك الكهربة عشان ما يحصلش فجأة ضغط فيحصل الكهربة تضرب منك زي ما حصل الآيام اللي فاتت يبقى هنا أيضا بتنبيه وتنويه من وزارة الكهربة لحضراتكم إحنا الكهربة هتقطع تقطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة بدل ما كان ساعتين وتلاتة وربما أكتر من كده اللي أنا عارفه والناس عملين يبعتونه كانوا والأمر الآخر أنه ده كمان بيقولك خلي بالك في الوقت المحدد ده أنا اللي بيقولها حضراتكم هو أنه هنا بيدينا كمان تحزير يعني لو عندك أجهزة كهربية أفصلها قبل الموعد بعد الموعد وأكيد هيبقى فيه بينات أخرى من وزارة الكهرباء أو من الشركة القبضة زي ما قالوا لنا الشركة القبضة للكهرباء مصر زي ما قالوا سنوى فيكم مزيد من التفاصيل يبقى أمر ده إيجابي وتحرك إيجابي بشكل واضح وقدامنا هو زي ما احنا شايفين كده يعني أي وقت هيكون يبقى قابله بعدة دقائق وبعدة دقائق يبقى لمدة ساعة واحدة يبقى تاني يبقى احنا هنا دخلين على تحديد المدة الزمنية قبل رأس الساعة بعشر دقائق وبعد رأس الساعة بعشر دقائق يبقى احنا هنا شغلين واخدين الوقت يعني عشر دقائق قبل وعشر دقائق ايه بعد ولا تزيد عن ساعة واحدة من وقت فصل الطيار أي حاجة تاني بقول أي مواطن زاد عن الوقت اللي وزارة الكهرباء أو الشركة القبضة اللي هي تتحكم في شبكات الكهرباء في مصر البيان اللي عملوه بيان محترم ولكن تاني بقول البيان المحترم ده ادانا رسالة طمأنة رسالة طمأنة دي معناها الإيجابية ايه إن الدولة حست وعرفت وشعرت بشكوى الناس وقلم الناس عظيم الإجراء التاني معناه إنه حصل أكيد تحرك لأنه أكيد في الساعات اللي فاتت ديت زي يبقى احنا كده دخلين إن شاء الله اليومين الجايين زي ما قال رئيس الوزراء الأزمة دي تكون خلصانة على متصف الأسبوع طالما بدأنا نحدد ساعة يبقى هذا الأمر معناه أيضا يكون دخلين على أيضا إن شاء الله الأزمة تتحل بإذن الله تعالى